وبه تؤمنون إلى الله تدعون وعليه تدلون وبه تؤمنون وله تسلمون وهذا الإيمان الذي قد تشرب فيكم كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لسيد الأوصياء والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي في واقعة الأحزاب في واقعة الخندق كلمة النبي الخاتم واضحة صريحة حين برز سيد الأوصياء إلى ابن عبد ود العامري ماذا قال خاتم الأنبياء برز الإيمان كله إلى الشرك كله هذا هو الإيمان المتحرك على الأرض والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وبه تؤمنون وهذا الإيمان هو التسليم إيمان مشبع بالتسليم إيمان منقوع بالتسليم وبه تؤمنون وله تسلمون وبأمره تعملون وإلى سبيله ترشدون وبقوله تحكمون كل هذه الصفات كل هذه الأوصاف المتجلية في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه الصفات الواضحة التي تشير إليها الرواية الشريفة في الكاف الشريف الرواية يرويها شيخنا الكلين بسنده عن ابن صباح قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن الله خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا فأحسن صورنا وجعلنا عينه في عباده ولسانه الناطق في خلقه ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة ووجهه الذي يؤتى منه وبابه الذي يدل عليه وخزانه في سمائه وأرضه إلى بقية الرواية والأحاديث في هذا المضمون كثيرة وفيرة جمع الشيخ الكليني الكثير منها في كتاب الكاف الشريف كتب حديثنا تعج بهذه المضامين المنقولة عن محمد وآل محمد التي تحدثنا عن كمالهم وعن فضلهم وعن علو شأنهم وتمام رتبتهم بسبب كل ذلك هو الذي أوصلنا إلى هذه النتيجة من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك